ناداني عنده وقال لي اخي نحنا الان اكتشفنا القصة تحتك تماما وخلص موضوعك انتهى قال لي مرحب بك والحمد بالله ان شاء الله موضوعك انتهى قال لي اخي نحنا وجدنا في شنطتك قطعة حجمها كده من مادة التين تي قال لي بتعرف مادة التين تي قال لي لا ما بعرفها قال لي طيب اوكي مادة التين تي قال لي دي مادة شديدة الانفجار يعني متفجرات نعم رأيك شنو قلت لي صح فعلا قلت لي هي القطعة دي انا خدتها من السودان استعمال شخصي وطلحت بها من مطار الخرطوم وما في زول اكتشافه ودخلت بها من مطار دبي السلام عليكم ورحمة الله ومرحمة بكم اعزائنا المشاهدين في كل مكان كما عودناكم في سلسلة مظالم سنغوص في التاريخ مع بعضنا البعض وسيروي لكم ضيفنا تفاصيل عن السيون السعودية لم تروها من قبل ولكم كجمهورا تقوموا بحل الألغاز والتحقق من الأدنة والتفاصيل يتسأل الكثيرون عن حقيقة العدالة ومفهومها في مجتمعاتنا هل تعني العدالة التماسل بين القانون وتطبيقه أم أنها تمتد وتصل إلى تأمين حقوق الأفراد بكل عبعادها أم هي مفهوم تم فغضانه منذ آلاف السنين وأصبحت صفة لا يتصف بها البشر اليوم أستحمد مرحب بك مرحب بك أجمع مبارك عليك وعلى أجمع المشاهدين ألا الله يعرف كيف تسمع ما زلنا مستمرين في سرد أحداث قصتك بالتفاصيل آخر مرة توقفنا ذكرت لين أنه لأول مرة قابلت رئيس التحقيقات دارين نعرف المستجدات كانت شنو بعد مقابلتك رئيس التحقيقات بسم الله الحمد لله الصلاة والسلامة الرسول الله بعد انتهاء التحقيق مع المحقق بدر الشهراني وتم الأقليم من الزنازين الخارجية إلى السجن الأول اللي أنا كنت فيه والأول يعني داخل كانت في عالمت فيما بعد إنه كان جناح جيم في السجن رجحت لنفس المكان أذكر يعني تم وضعي في غرفة ستة ما ست على ما أذكر ورجحت يعني عمي أحمد زي ما يقولوا خيبات الأمل إنه ما في نتيجة واضحة لكن ما يعني من الأول كنت بحس كان الشعوري بأنه والله كل ما يتم نقليل مكان بأنه ربما يكون هذا الفرج لكن المرة دي كان الشعور بيختلف تماما لأنه صراحة يعني في الزنازين الخارجية أنا عرفت من الناس الوضع وعرفت إنه في بعض السجن الأول يوم فترات طويلة بقعده وهكذا يعني فالأمر كان فيه تحطيم شوية لكن كان يعني نرجو عسى وعلى الله سبحانه تعالى يجعل الفرج من عنده يعني وجلست في المكان الجديد صراحة هو كان أفضل من المكان اللي أنا جيت منه من خارج لأنه كان مكان قذر جدا وسيء جدا وحتى إحساسك يحيليك بأشياء سيئة جدا خصوصا نذكر أنا قبلية كان تم يدخل لي الزنزانة اللي هي الصغيرة دي وهي زنزانة يمكن عبارة في متر في متر يعني كان الإحساس أفضل شوية يعني قعدت في الزنزانة دي تم نقلي في وقت مدأخر من الليل قعدت فيها لحد الأيوم الثاني في اليوم التالي اللي إلي المسا ما في شخصي سأني تماما حتى تم أخذيه للتحقيق كالعادة بعد المتصف الليل في اليوم البعدي ومشيت كالعادة للتحقيقات يوم تم فتح عيوني وجدت شخص أول مرة ألتقي به يعني صراحة الرجل كبير في العمر صغير في العمر يعني وملتحي لحية فيها كثير جدا من الغياط أسبر البشرة علمت فيما بعد أنه هو الضرحيم الجميلي هو كان رئيس إدارة التحقيقات بسجنة المدينة المنورة في الوقت تلك وهو شخصي يعني معروف يعني وحاجينا قصص معاه لقدام ممكن نعرف الأنحاء صراحة أيضا كان إحساس أنك تجد لك شخصي كبير في العمر وكان إحساس أيضا طيب معما أنك تقعد مع الشباب اللي هم شوية فيهم شوية تهور وجلست ولقيت فاتح أو باخد دفتر ويسألني من أرقام لا وللأ الأرقام التي نحن لقيناها في جوالك وبدأ يسرد فلان الفلاني الرقم كذا الرقم كذا الحمد لله كل الأرقام الثالث في جوالي هي أرقام سودانية حتى كان بيسأل عن سفر تسعة كان كثير سفر تسعة سفر واحد اثنين ثلاثة وقل لي أخذي أرقام الجوال السودانية هل تعلم فلان من شخص من كذا كلهم كانوا أغارب وناس عندي معهم علاقات فكان إيجابتي جابة واضحة فجلس معي فترة طويلة بعدها وضع الأشياء قال لي يا أخي أنت ما أراضي أنك تطلع ألي في بطنك قلت له يا أخي أنت ألي في بطنك قال لي أشوف أكون معك واضح قلت يا أنك تطلع كل حاجة عندك يا أنه موضوعك ذا سيتأخر شديد قلت نصيحان أبدك لها ويعني أنا عارف هنا الوضع هنا جيد فاهمه كويس فنصيحتي الشخصية لك قال لي أنك تحاول تخارج نفسك قال لي المواضيع هنا سهلة حتى لو عندك قضية نستحيلها بسرعة و تطلع بالسجن و ينتهى هذا الموضوع لكنك تقعد كذا صغامة ما تتكلم لا يفعل كلام ذا فكان ردي له قلت له الله يا أخي أنا ما عندي حاجة أقول لو أنت عندكم شيء يعني عني أنا تعرفه يمكن أن تدوني له فااااا تكلم بصراحة كلام كلام بأدب بحساب أنه بوصل معلومك أو الشخص الناصح يعني بحاول أن ينصح وقال لي لدي نصيحتي لك حتي ان موضوعك يخلص بسرعة اذا تعاونت انت في التحق ان شاء الله الامر حينتهي وكذا وتم يرجاعي صراحة مشيت بقيت افكر في كلامي يعني الشخص ده كلام هو منطق لكن انا ما عندي حاجة اقوله يعني شنو اقول هو دارك تعترب على نفسك يعني واذا انت اصلا نعمل حاجة يا استاذ يعني هما نازل صراحة للأسف يعني من بداية ما انا دخلت هما ما عندهم حاجة واضحة عشان يسألوني منا نعم ما في هي الاسئلة الاولى انت اسمك فلان فلان الاسئلة ما في شي جديد يعني انا للمحقق الاول لكل التحقيق معه كان بالوضع يعني عموما جلست في السجد في الزنزانة دي يعني الوضع كان صراحة يعني فيه ضغط نفسي شوية برغم الراحة الجسدية نعم اذكر في لي كالليلة حصل يعني بعد الليلة دي في اليوم الثاني نعم فانا جالس حصل لي حالة بتاع التسمم بعصاة الغشاة في اليوم الثاني انا ما عارف الشي الاكل هما بجيبوا ليه الاكل فشعرت بمغص قوي قدام في بطني ووديت اتقلب يعني في الارض يعني من الالم يعني جوا العسكر عسكري المسؤول فأنا شعر بألم يعني يعني خلاص انتظر شوي انتظر دي قرابة الساعتين فأنا كنت يعني صراحة الوضع يعني وصلت لمرحلة سيئة جدا يعني خالص يعني مرة يعني في النهاية يعني شخص اللي هو الرقيب المسؤول واجه قال لي يا اخي الحاصل شنو كذا قلت لي يا اخنا والله يا اخنا يعني انا شاغر بألم في بطني يعني حتى كنت بالرغم مكيف كان شغالنا كنت اتعرق يعني كان جسمي ينزل عرق وكذا يعني كان الوضع سيئ جدا فقال لي خلاص احنا نتصل على مدير السجن ونسأله على الموضوع يعني عشان نشوف نعمل لك نشوف طريق وديك نفس الشيء عن الوضع كان واضح يعني يعني اتذكر حتى العريفة كان موجود يعني خلى الباب مفتوح على مصرعيه يعني باب الغرفة اللي انت مكفر باب الغرفة انا فيه لانه يعني كان الوضع سيئ جدا عشان هو يشوفني عني فكان ما يكفروا الا وقت ما يكونوا عاوز يطلع له سجين وديوا الحمام ولا كذا لكن خلى الباب يعني مفتوح تماما من الحال اللي كنت انا فيه عموما ان اصبحت في الحالة دي يعني لحد وقت مداخر جدا من الليل لكن بعد الساعة واحدة في النهاية رجع لي الرقيب ده نفسه وقال لي والله يا ابني وقال لي بانو احنا نطلعك وقال لي بانو احنا نطلعك نسي في الحمو السشفة فهنا نحنا والله ما عارفين نعمل طيب نحنا نعمل شنو وقال لي اخي ما تسعني السؤال انت شايف وضعي وقال لي كدا تصرفوا يعني بطريقتكم شوفوا الحال شنو بهم ما شو تشاوروا مع بعض شوية جو قال لي يا اخي انت اغراضك اللي جات معك ما فيها حبوب ما فيها حاجة ما فيها علاج وقال لي احنا والله احتمال لان انا دايما بحمل معاي مضاد حيوي او بنادول او حاجة بالشكل فللأسف يعني مش وبحثوا في اقراض حقتين لحد ما وجدوا حبوب واجابوها بنادول عشان يدونيوا من اغراضي انا الشخصية قال لي دا انا عملت تجاوزا للرقيب يعني الماسك في الوقت يعني واصبحت على الحالة دي لصلاة الفجر فبعض صلاة الفجر يعني انا حتى ننتى وان ننتى لبطنية يعني وانا ماسك في بطنية يعني انا امك انه في وضع الصلة يعني سكة بالعرض يعني فانه انا ساجب ممكن انا مصحيب بنافسي اللي زي تقريبا الساعة تمانية تمانية ونصف وما بصحاني بقول لي اخلقون تبشي الدكتور انا حتى اتى طبيب السجن بعد كده تم نقل لي طبيب و داخل السجن داخل السجن ونحن صلاة عندنا طبيب داخل السجن في سجن مدين من وورا كان في طبيب او اسمه ايكبال باكستاني الجنسية نعم نسمع كلام بعدين عرفنا يعني كثير من الناس وانه الرجل صلاة هو ضابط في الجيش الباكستاني يعني تم انتدابه بالظبط كده شنو وهو طبعا هو الطبيب اللي كان يشرف على التعذيب الناس ويعني كان السجين يتم تعذيبه بصورة بشعة جدا بعد كده المحققين ينادوا يقبال ده عشان يجي يشوف يشوف حالة يقول لا استاهل تعذيب اكتر يتحمل ما يتحمل يقول انتظروا للحبيب يعني يعني رجل اصلا هو مجرم يعني اجرام كبير جدا لذلك تم اختياره ويجابه في الوضع في الامواطين ومعروف هو باكستاني الجنسية اسمه يقبال الناس لو بحثت عنه حتى الكلام بواضح ودارة المباحث العامة السعودية او ودات المباحث عموما حكومة السعودية ودات الداخلية تعرف الشخص ده تماما وهي وضعه في السجن ده وفي كثير من اشباهه في السجن السعودية الاخرى نجي لتفاصيله ان شاء الله في وقت لاحق عموما مرة المشكلة دي اتذكر ادى ان المهم علاجات للمغاص وللاشيات دي حاجات مسكنات كده بدون فحص بدون اي حاجة والحمد الله الامور مرت مرت يومين جاء اول تحقيق مع شخص جديد هو اللي كان حيستمر معانا اللي قدامه هو المحقق فهد الاحمده معذرة عاوز اتكلم شوية لان فهد الاحمده حيستمر معانا كثير جدا في الوقت ده كان هو نقيب لذبته نقيب الآن انا ما عارف لذبته شنو بالضبط كده لا حد ما طلحت من السجن هو كان موجود فهد الاحمد اذا كان يطلق عليه في السجن انه هو محقق الاجانب يعني كان اكثر شخص متخصص في الاجانب ويحقق معاهن حسب اختياره لخبرته في الامر في المجال ده يعني كان في اجالب كتير داخل سين كده من كل الدول العربية في من أوروبا يعني انا اذكر كان معانا لكن اشخاص هم اصول عربية ومسلمين يعني لكن من يحمله الجنسيات الاوروبية مثلا كان معانا واحد من الجنسية خبرته الفرنسية كان انا قابلت في السين شخصي يحمل الجنسية البريطانية ولا واحد من السويد ده غيره طبعا الدول العربية من جمهورية مصر من لبنان نفي سجن المدينة ايو ده كلنا نتكلم الآن عن سجن مدينة نعم نحن الآن يا أخي نتكلم فقط عن سجن المدينة نحن في المرحلة الأولى فقط يعني أنا بحكي ليك قصة تاعة عشر سنوات نعم يمكن كاملة يعني فيها تسع سنين داخل السجن والسنة العاشرة هي إقامة جبرية الآن نحن لسه لازلنا نحن في الشهرين الأوائل تقريبا أو ثلاثة شهور تقريبا في الأولى فكانت لعدد كبير جدا من السجناء الأجانب وفهد الأحمد ده كان متخصص في المجال ده سنحكي إن شاء الله عن انتحاكاته للأمر بتفاصيله بإذن الله المهم في الأمر إنه تم أخذيه في اليوم داك ولقيت فهد الأحمد ده أماني يمكن هو أكبر عمرا من بدر الشهراني لكن يمكن يتفقوا فيها أشياء كثيرة جدا من أهم الأشياء يتفقوا فيها التدخين بشراسة يعني رجل يدخن أيضا بشراسة لا تتخيل أكثر من غيره فأتذكر أول مقابل تليو ما عليش أنا بحكي التفاصيل حتى يعني الناس تعرف الحقيقة فقط أكيد أكيد نحن الهدف يعني إنه نصل يمع التفاصيل نعم 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 فأتذكر أول ما جلسته سلم عليه رحب بيكويس وكان ما أخذ بكت السجارة بتاعه فرمى بكت الدخال على الجانب فقام سأعني قال لي خير أنت بتقول لي انت رميت البكت دا ولا بتسأني بتقول لي ليه رميت البكت دا قلت لي خلاح أقول ليك ليه أنت رميت البكت دا قال لي ليه قلت لي لأنه أنا شفتك أنت رميته يعني أنت أصلا رميته فأنا عاوز أعرف ليه أنت رميته نعم قال لي أوكي لأنه أنت متأكد قال لي من المعلومة الأولى بأنه أنا رميت البكت لكن أنت عاوز تحليل للوضع دا قال ليه مظبوط قال لي الله الآن نفس الحكاية نحن قال ليه متأكدين تماما أنت عندك قضية يعني عندك مشاكل نحن دارين نعرف ما نقول لك يعني الحاجات دي أنت عملت كذلك نحن دارين نسألك نقول لك ليه أنت عملت كده طيب القضية ما هو أنا مكامل إلا أنه ابتسمت قال لي الله منطقك عجيب جدا نعم بنفس السؤال الذي أنت بتسأله ليه أنا رديت له السؤال قال ليه طيب القضية شنو القضية شنو قريني القضية شنو قال ليه وصول ما في قضية ما في حاجة صراحة أنا استحضر الآن قصة طاعت واحد بين أحد السجنة صراحة ما عليش لأنه كان المحقق نفسه هو فهد الأحمد يعني أنا الشخص ده بيحكي نيه بي نفسه يعني سلوب ده بيتعامل معك أي شخص يدخل في المباحثة السعودية بيتعامل معه بنفس الطريقة أنت تجي لازم تسلم بأنك أنت مجرم لازم تسلم بأنك أنت عملت حاجة عشان ترضي نفسك لازم تعترف بأي شيء أيا كان فالأخذ السجين عراقي فبيحكي ليه بيقول ليه يا أخنا أول ما جابوني نفسي كلام قال ليه فهذا الأحمد قال ليه كان بيجين قال ليه يا أخي أنت لازم تعترف قال ليه أنا كنت جاي حج يعني الرجل مشاع عمل الحج وهو طالع بعد ما أدى شعيرة الحج وهو طالع بصورة رسمية في المطار مسكوه قال ليه أنا جابوني السجين رموني قال ليه بيقول يسعني فيني يا أخي أنت نفس الشي قال ليه بيقول ليه طلع اللي في بطنك أنت عملت شنو سويت شنو كده قال ليه بيقول لهم يا أخوانا أنا ما عملت حاج فقال ليه فهد الأحمد تكلم معاي يعني بالكلام ده بنفس الطريقة قال ليه في النهاية تركني في زنزانة وخلا ليه قال ليه أنا جعدت في الزنزانة اليوم دك وقال ليه جمت الصباح مشان أنا أمشي الحمام قال ليه فجئت بأن الحمام ما فيه ولا قطر اطمام يعني إنسان عاوزي استحمى عاوز توضى عاوز كذا عاوز كذا فقال ليه صراحة اللي كيت الحمام ما فيه هو أي حاج قال ليه طلحت طبعا فيه حمام ثاني آخر فقال ليه تكلمت العسكري قلت ليه ما فيه قال ليه انت ما مسوح لا كثير تدخل الحمام ده فقط والله يحكي بقول ليه والله أنا قاعد قرابة الأسبوع أنا ما أقتصي ما أنظف نفسي ما أتوضى قال ليه حتى بقيت بقول لهم يا أخواننا نحن أنا مسلم عاوز أصلي قال ليه بقول ليه لا أنت كده قال ليه حتى ليحتي تغيرت قال ليه ترك ليه مدة قرابة الأسبوع حتى دخل المحقق وقال ليه حتى يوم دخل بكل استهزاء دخل عليه في الزنزانة ما ندري قال ليه دخل وهو عارف واضح كمام عليه وليه أنا عارف ريحتك معفنة ووضعك سيء وانت هتقعد كده ولا هتقدر تصلي ولا تقدر تعمل أي حاجة فلاحة للأسف يعني يعترف بأشياء أيضا وانضغط بغير التعذيب اللي تم ليه وكده أنا استحضرت الوضع ده الآن من فهد الأحمد دي بعض القصة يعني عموما سألني السؤال اللي قلت ليه أخوان الله يا أستاذ أنا ما عندي حاجة أقول فأخذ أوراق الملف أو كصور ده الملف ده أعطيه وقطع الملف قال لي أخي الآن ملف فقد أقوله أعتبر الكلام الأخير ده انتهي نحن عايزين نعمل كلام من جديد تحقيق من جديد أعتبر التحقيق اللي حصل ذاك ما حصل الآن تحقيقنا إحنا من جديد وذالي نبدأ التحقيق بتاعه أبدأ الشغل بتاعه ومدأ التحقيق وبدأت التحقيق للأسف وجئت بسأل نفسي الأسئلة هل أنت سوداني؟ بس يمكن بصورة غير قلت له يا أخي أنا سوداني أنت اسمك كذا 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 أهيوانك كذا 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 طيب يا أستاذ حمد هل أنت يعني السفرياتك الكثيرة بتعني شنو؟ هل السفرياتي بتعني أنه أنا شخص تاجر فقال لي يا أخي أنت سودانيين؟ ما عندك نقروش؟ كيف أنت بتسافر؟ تسافرك دا الآن ممكن كل شهر عندك سافرية؟ لا أنت بتسافر وتشري وين من وين بتجيب الأموال للتسكرة بك؟ هل بك يحسب لي في التسكرة؟ بساطة جدا أنا شخصي تاجر شنطة وانا بمشي بجيب لي بضاعة قيمتها تقريبا أربعة ألف دولار التيكيت ممكن كانت ب أربعمية خمسمية دولار فقال لي يا أخي أنا في النهاية بربح لي حكاية ألف خمسمية دولار أو ألف دولار بطلع منها هاتيكيت والمصروفات بكم صافي لي مبلغ فالشيء طبيعي أنه أنا أكتح تسكرة ومشي وي يعني دمع دلال على أنه أنا عندي قروش كتير كبيرة وكذا حتى لو عندي قروش دا بالحق يعني الوقت داك ذاته يعني اقتصاد السودان كان قوي جدا الدولار كان بعادل تغريبا نحن نجريها نصف حاجة وكذا لا 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 يمكن احتمال يكون الاختصاد بيختلف لكن هما لأنهم هما يعلم تماما هما إحنا السودان دولة فقيرة إحنا معروف عنهم لأننا للأسف إحنا كشعب السودانين بنا مش نشتغل في البلاد الخليجية عشان ندخل والسودانين بطيبتهم للأسف الشديد بطيبتهم الشديدة جدا يكونوا بسيطين خالص ويتعاملون ببساطة ففي بعض ضعاف النفوس مثل المحقف هذا ويتعامل باستعلاء ويتكبر الامر طبعا لا ينطبق على الشعب السعودي كل الشعب السعودي شعب طيب ويحب الشعب السوداني وفي علاقات خوية قوية جدا لكن في النوعية هذا هو يتكلم بالطريقة يعني حتى لو يتكلم ويقول لي يا أخي السودانين ما عندهم قروش ما قال لي أنت ما عندك بقال لي السودانين ما عندهم قروش تكلمت معه وقلت لي يا أخي الوضع أنا يمكن أكسب كذا يعني بتتشرح ليه وانا في النهاية بدأت عن نفسي ويمكن تطردت لك المدينة وقلت لي أخي ما أقول للسودانين فقراء يعني في ناس من السودانين عندهم موال يعني ربنا رازقهم يعني ما تفتكرون المال عندك انت فقط يعني ولسان الحال يعني يقول بالطريقة ما توجعت لك أيوتهم تانية جديدة فهدا جلست معه أنا يمكن في الفترة الأولى قرابة الأسبوع في نفسه كلام هو بعيد فيه نعم وكان يعني تحسينه كلام ما في حاجة جديدة يعني بيجي بتونس معي وانا سيعني حاليا لكن طبعا بيكون فيها كثير جدا من الإرهاق يعني يمكن يتركك واقف انت على رجولك فترة طويلة جدا نعم لحتى هو ما يجي أساليب كثيرة نحن حلنا إن شاء الله نقوم نخصص حلقة عن وسائل التعذيب كاملة بإذن الله تعدي لأن الحدي ذاته بتاخد وضع كبير جدا يعني إلى أن أتى يوم وناداني عنده وقال لي يا أخي نحن الآن اكتشفنا القصة بتاحتك تماما وخلص موضوعك إنته قال لي مرحب بك والحمد لله على شاء الموضوع كده قال لي يا أخي نحن وجدنا في شنطتك قطعة حجمها كده من مادة TNT نعم قال لي بتعرف مادة TNT قال لي ما بعرفها قال لي طيب اوكي مادة TNT قال لي دي مادة شديدة الانفجار يعني متفجار نعم رأيك شنو قلت لي صح فيها لك قلت لي هي القطعة دي أنا خدتها من السوداء لإستعمال شخصي وطلحت بها من مطار الخرطوم وما في زوال اكتشافه ودخلت بها مطار دبي ما في حد اكتشافه وطلحت من مطار دبي ودخلت مطار دمشق وطلحت من مطار دمشق قلت لي دخلت حتى في مطار المدينة ودخلت عندكم في السجن وبعد شهرين شهرين شوية انتو اكتشفتوه صراحة هذا الرد للمنطق الوحيد وهو ما في كلام انت بتقول له اكثر من كده يعني يعني انسان بيقول لك انت شغلك قطعة حتى بيوصف لي الحجم كده من المتفجرات قلت لي الآن انتو اكتشفتوه بعد شهرين شهرين شوية خلاص بقادل حقيقة فبقى يضحك يعني الموضوع هو واضح انه يعني حتى هو ما اخذ كلامك على محمل الجدل لا ما اخذ ممكن يعتبر انه تعترفت على نفسك في اللحظة اي لا كلام ما منطقي ما ممكن انسان هو بيعترف على نفسه حتجيب شنو الدليل يعني انت كأنك بتكبر للانسان مشكلة كبيرة حتى انه ويعترف بحاجة يعني صغيرة انا طبعا بعتبر الكلام اللي هو قانده ده عبارة عن افلاس هما افلسوا تماما وهما ما عندهم حجة وما عندهم اي حاجة والمسألة دي وراها شي تاني ده في فهميانا وبعدين بدأ تمكن الانسان بدأ يتخيل وبدأ تتكشف بعض الحقيق في الامر ده طيب اه نحنا داخلين نفسي على فترة تاعت شهرين تداخل السين وما في اي حد يعني يعلم مكانك لحد الوقت ده ما تواصلت مع حكومة السودان ولا تواصلت مع اهلك كيف كان رتفعل يعني اهلك في السودان في الفترة دي في البحث عنك اه انا طبعا كنت متغيب لكن بعدين يعني علمت فيما بعدين الاحل في الفترة دي كانت فترة عصيبة جدا طبعا كان بالنسبة لهم فترة صعبة خالص يعني حساسة جدا خصوصا انه يعني انا زوجتي كانت يعني هي في اه يعني انا تركتها يعني متبقي لولادتها الطرابة الشهرين يعني الابني نعم اللي هو اسمه آصف واللي انا ما شفته الا بعد تسعة سنوات بعد يعني ما خرجته من السجن نعم فصراحة انه كانت في حالة سياسية جدا وضعت بالطفل وما عفوا يعملوا فين يعني وقامت بعد كده وبدوا ويبحثوا وعلمت انهم ذهبوا لكثير جدا من النظمات مشوا لوزارة الخارجية السودانية مشوا للاجهزة الامنية السودانية فكلهم كان ما في تياؤب لكن بيقولوا والله ما عندنا معلومة ونحن هنبحث عن الموضوع طبعا كان موقف سلبي جدا من الحكومة السودانية يعني انا ذكر الاهل بحكولي يعني ما في ممكن من الجهات اللي وقفت معهم موقفة الخطية اللي يمكن هو منظمة الهلال الأحمر السوداني اللي هي قامت بالاتصال بمثيلة هناك في الهلال الأحمر السعودي وبدت مخاطباته والهلال الأحمر السعودي بدأ مخاطبته مع مكتب وزارة الداخلية وفي خطاب يعني الناس يمكن تنشروا المراسلات اللي كانت بالتين بين المكتب وزارة الداخلية وبين الهلال الأحمر السعودي وتم التواصل فالأحل كان حالته النفسية سيئة جدا وما قدروا يوصل لنتيجة وما عارفين حاجة اول التواصل حصل بتنا اول التواصل حصل تقريبا بعد سبعة شهر من السجن تم فيه التواصل حتى بدت معلاقة هل يعرفوا الحاصل بعد أحداث اضرابات عن الطعام وأشياء كثيرة جدا طيب من جاء التفاصيل دي كله ان شاء الله طيب قعدت يسبوع والترينا مع البحقي الجديد استوردت التحقيقات وما فيه يعني موصلت لأي حاجة بعد ذلك حاصل شيء ما استمردت في زنزانة الانفرادية ولا غيرتك لا أكيد قاعدت في زنزانة الانفرادية من نفس الوطن كما يقولون وحدي ولا أحد معي غير الجراحي وأدموعي وحدي أنا في حجرة شعب السكون وبتأمان إلى أن تم استدعي في أحد الليالي و ذهبت إلى التحقيق ووجدت في انتظاري شخصين هما محقق فهد الأحمد نعم ورئيس التحقيقات الجميل وبدت وبدت التحقيق معي صراحة مباشرة لأنه خلاص أنا بجي تعرفه لكن عرف بنفس المرة المدير يعني حتى قال لي أنا المدير أنا المدير أنا المدير وأخرج لي ورقة قال لي الورقة أنا قرأت الورقة صراحة ولم يتبقى أنه يطلق صراحة إلا أنا أوقع تبقى لما كانت توقيع قال لي إذا أنا أوقحت هنا أنت ستطلع من السجن فعلا الورقة كانت باسمي وفيها أنا قلت الكلام يمر بإطلاق صراحة وكان الأمر عنده طبعا معنى مع بعلمي ربما تكون الورقة هما كتبوا بطريقتهم ربما تكون حقيقية أمر من الرياض يعني يعني الأمر جاي من الرياض من المسؤولين يعني مزارة الداخلية như هنا نحن ستطلق صراحة يا نازل ينتظر توقيعي أنا موافقتي على الموضوع هي نتحر صراحة واتجيب إلى بلدك يعني وزارة الداخلية كان عندها علم بجددتك مجدد داخل يصدي أكيد بال GRANT بارثك الديكjang هي الداخلية ويستطيع الال明رات الامر يرفعer وغير استفشرت بخير قلت له خير جليلة لكننا لدينا طلب اسمح كلامي للآخر وسنطلب صراحة نتوقع